أنا ممكن أتوقع أنه هيكون فيه حزم حوافز قريباً فيما يتعلق به المشروعات الكسيفة العمالة أن احنا محتاجين نحافظ على مستوى معدلات البطالة ومعدلات الداخل وبالتالي مش هينفع نقدر نحافظ على هذه المعدلات الاقتصادية وإلا إذا كنا قادرين على جذب استثمار أجنبي استيعاب لأيد العاملة الموجودة عندنا في حاجة مهمة جداً كمان عايز أتكلم عليها أنه احنا بنتكلم على الوضع الاقتصادي المصري الحل الرئيسي والعمود الرئيسي والفقر فيه هو مبادرة 100 مليار دولار وربما تزيد عن 100 مليار دولار ربما نحتاج أنصر إلى 150 مليار دولار في الوضع الراهن وبالتالي احنا محتاجين جذب استثمارات مهمة جداً للصناعة والإنتاج وبالتالي يكون عندنا منتج قادر على المنافسة وقادر على الخروج للأسواق الأخرى حب دكتور يعني أنا ملاحظة أنه عدد من المعطيات اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي متعلقة بشكل أساسي لفكرة الترويج إيه أبرز الآليات اللي ممكن يتم الترويج لكل الإجراءات اللي بتتم كل الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر علشان تحقق الأهداف المرجوة شوفي أنا أقول لحاجة لحاجة إحنا كنا في مرة فترة من فترات اشتغلنا على الترويج بشكل جيد جداً عام 2018 و2019 يمكن إحنا كنا كانت مصر مشى فيهم في آليات الترويج للإستثمار بشكل قوي جداً وأعتقد كان فيه وزارة استثمار كان فيه هيئة استثمار بتعمل في أصر زهبي يعني في الحقيقة ويمكن كان فيه مؤتمرات دولية ومؤتمرات بتعقد سنوياً فيما يتعلق بجذب استثمار الأجنبي إحنا محتاجين العودة إلى هذا المستوى ده رقم واحد اتنين إحنا محتاجين التنوع في الترويج وإن إحنا نبدأ نرويج بره ونستعين بالآخر يشيد بالأداء المصري في الاتصاد وبدأ المصري في جذب الاستثمار يعني نحتاج أن يتحدث المستثمر الأجنبي عن الأليات في مصر وهو السفير الجيد يعني قل لنظرياتنا في الترويج في المرحلة القادمة سواء مؤسسات الاقتمال الدولية أو مؤسسات البنوك أو المصارف أو المستثمرين أو كل عناصر الاستثمار التي تتكلم في المزايا الموجودة في مصر يعني إحنا محتاجين إقامة بعض المؤتمرات والفعاليات الجيدة جداً معها مع المستهدفين يعني أو مع المستهدف الجيد في بعض أماكن الاستثمار زي بريطانيا دي مكان بيكون فيه كبير كتير جداً من صندوق الاستثمار العالمية كتير جداً من أليات الاستثمار وحركة الاستثمار الأجنبي محتاجين نتكلم في برضو دبي محتاجين نتكلم في واشنطن محتاجين نقول للعالم الفرص المتاحة إيه التغيرات اللي حصلت عندنا إيه الشكل الجديد للرخصة الزهبية والإنهاء الإجراءات بقى ماشي إزاي إيه الفرص اللي موجودة عندنا محتاجين نخلي الآخر يتحدث عنه فيما يتعلق بيعني تجربته هو عن تجربته هنا في مصر بشكل جيد محتاجين كمان يعني نكمل ما رسمه وخططه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن نستمر في معحلة التوازي ما بين جزب الاستثمار الأجنبي لمصر والأفريقيا معنا لأنه الجزب لمصر وأفريقيا يخلينا في برتفوليو أو في منصة أعلى وبشكل أفضل لأنه حجم السوق الأفريقي مليار و300 مليون فهو شكل أو جاذب جدا لأي مستثمر في أي نوع أنواع الاقتصاديات أو الاستثمارات طيب دكتور احنا بنلاحظ أنه قطاع الخدمات كان الأكثر جذبا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الربع الأول من العام المالي الجاري بنتكلم عن مليار و900 مليون دولار ليه الخدمات تحديدا من مجهة نظرك يعني طبعا ما فيش قدنا شك أنه فيه تحول شديد جدا نحو الاقتصاد المعرفي واقتصاد التشاركي والاقتصاد الرقمي واقتصاد الإلكتروني وكل ده بيبقى فيه جزء كبير جدا من قطاع الخدمات الأمر الآخر أنه عندنا احتياج شديد جدا إلى التوسع في هذا القطاع نتيجة أنه عدد المستخدمين في مصر أو عدد المتعاملين في مصر أو السوق في مصر متفع جدا في اتجاه الخدمات زائد أنه احنا محتاجين كمان التوسع للمستثمر المحلي في مشروعات الخدمية ومشروعات البرمجيات والمشروعات الخاصة بالقطاعات المسندة للقطاعات الانتجية زي الصناعة أو زي الزراعة أو زي المشروعات القبرى أنا في تصوري أنه المرحلة الجاية يمكن هتشهد إلى حد كبير جدا زي ما قلنا في بعض المشروعات الاستثمارية في الطاقة والتغارات المناخية وتحديدا هيدروجين الأخضر ومشروعات الهيدروجين الأخضر وأيضا أنا أتصور أنه احنا يمكن في بعض الصناعات الهمة جدا زي صناعات السيرات أو صناعات المعدات والألات أو بعض الصناعات الخاصة بالصناعات الغذائية هيكون فيها عمليات توسعة كبيرة جدا في مصر لتغطية حجم السوق وأيضا تغطية طلبات التصدير أو تغطية رقم الصادر اللي احنا بنستهدفه في المرحلة المقبلة